فهم اكتئاب ما بعد الولادة ما وراء اكتئاب ما بعد الولادة غالباً ما يتم تصوير إحضار حياة جديدة إلى العالم بألوان الفرح والترقب ومع ذلك بالنسبة للعديد من الأمهات يمكن أن تكون فترة ما بعد الولادة وقتاً للطراب عاطفي غير متوقع اكتئاب ما بعد الولادة هو الطراب مزاجي يمكن أن يحدث بعد الولادة يلقي بظلاله على ما ينبغي أن يكون فترة سعادة هائلة إنه أكثر من مجرد اكتئاب ما بعد الولادة وهي مشاعر شائعة بالحزن أو تقلبات مزاجية تهدأ عادة في غضون أسابيع قليلة اكتئاب ما بعد الولادة هو حالة خطيرة تتطلب الفهم والتعاطف والتدخل المناسب أسباب اكتئاب ما بعد الولادة متعددة الأوجه وغالباً ما تنبع من تفاعل معقد بين العوامل البيولوجية والنفسية والاجتماعية من خلال تعزيز المحادثات المفتوحة حول اكتئاب ما بعد الولادة يمكننا كسر وصمة العار المحيطة بالصحة العقلية وخلق بيئة داعمة للأمهات للحصول على المساعدة التي يحتاجنها السفينة الدوارة الهرمونية دعامة بيولوجية الحمل هو وقت للتغيرات الفيسيولوجية العميقة حيث تقوم الهرمونات بتنسيق سيمفونية التحولات داخل جسم المرأة في حين أن هذه التحولات الهرمونية ضرورية لحمل صحي فإنها تمهد أيضاً طريق أمام نقاط الضعف المزاجية المحتملة في فترة ما بعد الولادة أثناء الحمل ترتفع مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى مستويات غير مسبوقة ومع ذلك بعد الولادة تنخفض مستويات هذه الهرمونات بشكل كبير مما يخلق حالة من الانسحاب الهرموني يمكن أن تجعل بعض النساء يشعرون بالضعف العاطفي يمكن أن يؤدي الانخفاض السريع في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى تعطيل التوازن الدقيق للناقلات العصبية في الدماغ وخاصة السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين يمكن أن يظهر هذا الاضطراب الهرموني على شكل مشاعر الحزن والقلق والتهيج وصعوبة الترابط مع الطفل يضاف إلى التعقيد الهرموني الزيادة في البرولاكتين وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب التعرف على العلامات متى تطلب المساعدة يمكن أن يظهر اكتئاب ما بعد الولادة بعدة طرق مما يجعل من الصعب تحديده وتشخيصه من الضروري للأمهات الجدد وشركائهن وأفراد الأسرة ومقدمين رعاية الصحية أن يكون على دراية بعلامات وأعراض اكتئاب ما بعد الولادة لضمان التدخل والدعم في الوقت المناسب يمكن أن تختلف أعراض اكتئاب ما بعد الولادة من امرأة إلى أخرى ولكن تتضمن بعض العلامات الحمراء الشائعة الحزن المستمر ومشاعر اليأس أو عدم القيمة وفقدان الاهتمام بالأنشطة وصعوبة التركيز والتغيرات في الشهية أو أنماط النوم والأفكار المتكررة عن الموت أو الانتحار يمكن أن يتطور اكتئاب ما بعد الولادة تدريجياً أو يظهر فجأة ويمكن أن تتقلب الأعراض في شدتها أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق لاكتئاب ما بعد الولادة هو التأثير المحتمل على الرابط بين الأم والرضيع إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني من أي من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة فمن الضروري طلب المساعدة المهنية على الفور تذكر أن اكتئاب ما بعد الولادة قابل للعلاج وطلب المساعدة هو علامة على القوة والعناية الذاتية قوة الدعم الأسرة والمجتمع كركائز للقوة يمكن أن تكون فترة ما بعد الولادة وقتاً للتكيف الشديد وضعف الأمهات الجدد ويمكن أن يحدث وجود نظام دعم قوي فرقاً كبيراً يمكن للشركاء لعب دور حيوي من خلال توفير الدعم العاطفي وتقاسم المسؤوليات المنزلية وتشجيع الرعاية الذاتية يمكن لأفراد الأسرة والأصدقاء أيضاً المساهمة من خلال تقديم المساعدة العملية مثل طهي الوجبات أو القيام بالمهمات أو توفير رعاية الأطفال لفترات قصيرة يمكن لأعمال اللطف هذه أن تخفف العبئ عن الأمهات الجدد وتمنحهن الوقت للراحة وإعادة الشحن والتركيز على صحتهن العقلية